عرش برقيس أو معبد بران يعد الموقع الأثرية الأشهر بين أثار اليمن يقع على بعد 1400 متر إلى الشمال الغربي من محرم بلقيس وهو معبد سبائي كريسة لإله القمر المقاه ويلي معبد أوام من حيث الأهمية ويعرف محليا بالعمايد من هنا كانت الملكة بلقيس تبسط نفوذها على مساحات شاسعة حول هذا المكان وهذا هو المكان الشتوي حيث كانت تتواجد هنا في الشتاء لأن طبيعة المكان ليست باردة هذا المجرى المائي هو في وسط بلاد الملكة بالقيس ومن هنا كانت تتنقل بقاربها في مجرى مائي إلى حيث المعبد تاريخيا هذه الغرف الصغيرة كانت للفرق الموسيقية التي كانت تؤثث ليالي المكان بالموسيقى والفنون هنا من حيث أجلس كانت تجلس الملكة بالقيس ومن هنا كانت تصدر أوامرها وتنطلق جيوشها لتسيطر على مساحات شاسعة هي حدود مملكتها جدران بلاد الملكة بالقيس وبالقرب من عرشها يزخر بالكتابات القديمة التي توثق انتصارات تلك المرحلة وكذلك الإعمار والتنمية التي كانت تشتهر فيه تلك الحقبة تاريخيا طبقة النبلاء كانت تجلس على هذا الرخام هذا الرخام كان هو مكان جلوس النبلاء والقادة العسكريين والسياسيين في ذاك الزمان محمد العرب من عرش بالقيس في محافظة معرب ومشاهدين من المواقع الأثرية إلى تطورات العسكرية مع مفدنا إلى اليمن محمد العرب محمد أهلا بك معنا أنت متواجد في المخدرة كيف تبدو التطورات من عندك؟ نعم ريم اليوم الثاني تواجدت أنا وزميل المصور ضياد دين محمد علي وزميل المصور عبدالله صلاح في المخدرة لأن هناك سيطرة على قمم جبلية مهمة تجعل من جبل هيلان الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية في مرمى نيران جنود المنطقة العسكرية الثالثة نتحدث عن جبال اللود وقيفة وطريف هذه الجبال سيطرة عليها تجعل هيلان تحت السطوة النارية وتبشر بحسم معركة المخدرة التي لطالما وقفت التضاريس حائقا كبيرا أمامها وذلك بسبب علو المناطق الجبلية التي تمترست فيها الميليشيات الانقلابية في معارك الجبال ريم يبدو أن الطيران لا يستطيع أن يحسم المعركة لوحده بدون قوة إسناد على الأرض تتمثل بجنود المنطقة العسكرية الثالثة جبهة المخدرة لماذا هي بهذه الأهمية محمد من النحية الاستراتيجية العسكرية وحتى الجغرافية نعم ريم جبهة المخدرة لها علاقة مباشرة بجبهة صرواح إذا سيطر جنود المنطقة العسكرية الثالثة بإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على المخدرة فيتم قطع الشرايين الواصلة إلى صرواح ويصبح السيطرة على صرواح مسألة وقت وإذا تم السيطرة على المخدرة وصرواح فإن معركة صنعاء ستتغير بشكل جذري لأن هذه المنطقة ستحاصر باقي الجبهات ويمكن الزحف من صرواح إلى صنعاء نعم إلى جانب هذه الجبهة الجد مهمة هل من تحركات أخرى رصدتها وبلغتك من القوات الجيش نتحدث أساسا هناك مقتل قيادي مهم جدا هو أبو علي الكرار في آل إحميقان في البيضاء آل إحميقان المديرية الزاهرة آل إحميقان مديرية حرمت على الميليشيات الإقلابية وكان هناك محاولات مستميتة من هذه الميليشيات لكي تصل إلى هذه المديرية وبدأت القبائل هناك تستبع استراتيجية الاستنزاف بصد الهجوم تلو الآخر ولعل خسارة هذا القائد تعتبر بداية مهمة للتمدد خارج مديرية الزاهرة آل إحميقان شكرا جزيلا لك محمد العرب مفادة العربية كنت معنا مباشرة من جبهة المخدرة اشتركوا في القناة